أقول لك على حاجة وتصدقني وتفهمني الطلاق الشفهي لا يقع وغالبية الطلاق التحريري لا يقع قل لي ليه بقى يا سيدي عليك بص بقى من عظمة هذا الإله الحق وأرجو أن نفتح القلب شوية هل الإله الحق سبحانه وتعالى في كتاب الله رسم لك طريق تتجوز به قل لي يا آية لأ وقل لي الآية أنا بشوف الزواج لا رسم لك طريق ولا طلب شهود بعكس الطلاق وبعكس اللي ماشي عنا في التشريعات المدنية بص في الزواج ما ذكر لكش غير آية الآيات اللي هي إيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم دي ومن آياته يعني دي آية بس قال إيه بعد كده إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون لكن ما قالكش تجوز إزاي نعم دي من عظمة هذا الإله الحق كل واحد يتجوز بالطريقة اللي هو عايزها إنما هو قال إنك أنت كمسلم واعي تدور على زوج عارف الزوج أصله إيه في المعنى أو في المراد المكمل لا الصنف الصنف اللي يقابل الصنف الكلمة دي ابقى افتكرها وهشرحها لك بعد كده بقى في القرآن كله كلمة زوج أنت عارف إن قبل عقد الزواج أنت بتتسمى موفق فرض وزوجك أو زوجتك بتتسمى فلانة فرض أول ما العقد يتم بقيت أنت زوج وهي زوج وإنتو الاثنين زوجين مش زوج صعبة ولا سهلة احنا الاثنين زوجين كيف دكتور أنا بعرف الزوج اللي هو اتنين لا الزوج هو الفرض اللي خلاص عقد على زوج آخر فالاثنين زوجين يعني اربعة يعني أحمل معك من كل زوجين اثنين أيوة يعني قدي عددهم بيكونوا لا دول اتنين ما هنت أخد بالك ما هنت أخد بالك زوجين اثنين كل واحد فيهم إيه زوج زوجين اثنين أيوة بصوا خد بالك افرق افرق بين العدد والغاية في المعنى يعني انت بتقول ايه موفق زوج فلانة يعني ايه زوج فلانة يعني موفق لوحده زوج وفلانة زوج موفق ليه القرآن صنع الآية دي لأنك انت لوحدك قبل العقد لا تعبر عنها ولا تمثلها بعد العقد هي تعبر عنك وأنت تعبر عنها وأنت تمثلها وهي تمثلك فبقى الواحد زوج بمجرد العقد بس الاثنين اسمهم ايه زوجين بس هما اتنين في عندي تعليق من أخونا جيبارة متدبر جيبارة بقولك زي توقم وتوقمين بالضبط كده بالضبط بس دي دي خد بالك ايه قرآنية كلمة قرآنية التوقم قياس لكن دي كلمة قرآنية بيقول ايه شوف العظمة اسمع الآية كده عشان خطري ومن آياته أن خلق لكم من أنفذكم أزواجا ليه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من الذي جعل الله سبحانه وتعالى طب احنا منعمل كده الله ما منعمل الغالبية العظمة لا ما احترامي للكل لكن لازم يبقى كده الشاهد في كلامي أنه في الآية دي ألوى من آياته يعني أنا هطلو عليك ايه آية بس الآية دي خدوا بالكوا أن الآية دي الآية دي المفردة دي الوحيدة دي بقت إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ولم يرسم لنا القرآن طريقة للزواج هنا يتحقق ايه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لك أن تعمل أي طريقة يقبلها العرف عشان تتجوز انت حر السؤال بقى الأهم ليكوا وكلكوا بعمل ايه أنا عشان أتجوز فلانا باخد معايا أبويا واخويا كبير وأمي وممكن أبعد حد الأول يتكلم ومش عارف إيه وإيه وإيه اتجوزنا في الطلاق على بيت أبوك صح 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 خد بالك بقى أن ربنا رسم لك طريق للطلاق قبل ما تبلش دكتور صد احنا هلأ في القانون المدني احنا الزواج بيكون عليه شهود والطلاق بيطلقها شفويا بدون شهود عشان كده بقولها مخالف للقرآن مش للقرآن ده مخالف للمنطق قبل القرآن يعني حتى لو احنا ما طبقناش القرآن حتى المنطق يا راجل شوف أنت اتجوزت إزاي وخدت معاك موفق والدكتور وقلت تعالوا اتكلموا عني فروحت أنا وحضرتك نتكلم عن الراجل ونحن نقعد نحلف إن الراجل ده كويس ومش عالف إيه وإيه وإيه ولما جي طلقها قال لها على بيت أبوك ساعة اثنين بالليل ساعة آت الصبح طب ما أنت ما تعمل يا أخي بقى أقول لك بقى إيه طب سيبي الآية وقلد الحكاية بتاعت الجواز لا شوف بقى القرآن لم يرسم لك طريق للزوجية للإقامة العلاقة ما رسم لكش طريق ساب المنطق هنا وسب العرف تعال بقى أشوف كده إيه الطلق رسموا وحددوا واللي ما يعملش كده أنا في رأيي الشخصي ولا أفرض رأيي على حد يعني لا يقع الطلق لا شفوي ولا تحرير حتى اللي راح عند المازون طلق من غير ما يوقع الآية 34 النساء ما نفعش والعيلتين إذا ما طبقوش 35 النساء لا يقع الطلاق لأنك أنت بتخالف في الزواج اتجوزت بالطريقة اللي رسمها اللي رسمها المجتمع أو العرفة أو كده فما خلفتش حاجة لكن في الطلاق خلفت أيتين 34 35 وخمسة وتلاتين اسمع الآيتين عشان خطر أو افتح 34 ويقرأ وانا اشرح لك وانا ما عنديش مشكلة يعني فضل 34 النساء وخمسة وتلاتين النساء وحقول لك كلمة في الآية 36 شوف اللي ما بيعمل شي دول بقى ايه ومع ذلك احنا طايحين في حكات الطلاق الشفوي والطلاق التحريق يا عم في قرآن ما ترجعوا للقرآن هي مسألة يقع أو لا يقع فتونا الأظهر قال لا يقع يا عم يقع ولا لا يقع الأظهر قال يقع هو بالعافية هو ايه اقرب 34 34 ايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعضهم على بعض استناني بقى بص يا موفق كل جملة سيبنا اقول لك بس تعليق صغير نعم يعني مطلع الآية ان مين اللي في ايده الحل الرجال قوامون فاهمني فاهم عايز اسألك اقول لك ايه يعني اذا كان اذا كان فيه خلاف فاللي حيسأل عنه امام الله الراجل نعم بصفة ايه انه قوام عارف قوام دي جمع ايه يعني قائم جمع قائم نعم قوام يعني ايه وفيه رجالة بتزعل من كلامي والله الذي لا اله غيره انا لا اشرح الا كتاب الله عارف قوام يعني ايه يعني يعني يقوم على انجاح الحياة الزوجية انا بشوفها خدام خدام هل مثلا في هذه الآية الله تبارك وتعالى يقوي الرجال على النساء ام يقر واقع اله يريده بس نعم خير اه وبما انفقوا من اموالهم بس دا اياه دكتور بما فضل الله فضهم على بعض هلأ في البعض ذهب انه التفضيل هذا بين الرجال والنساء فقالوا انه النساء ومنهم يعني كان رأيي لمحمد شحرور انت ما بتحب تحكي اسمها ولازم لكن لازم انا بشوف نحكي اسمها فاعتبر فاعتبر انه النساء يعني هو ما بيعتبر الرجال هم الذكور بيعتبر انه الرجال هم اللي يعني بيمشوا على رجليهم وبصعوا في الارض وهو دا التأويل اللي احنا بنقول لك يا رد النص هو هنا بيقول ايه بص اذا كان اللي بيتكلم مجنون يكون اللي بيستمع عائل هو بيقول الرجال وقوامونا على النساء بقت الرجال هنا ايه مش اللي ماشين على رجليهم انا بالنسبة الي واضحة ولكن المسلمين بيحيتابوا التسجيل بدي اطرح بس الرأي الاخر فبيحكي بيحكي بما فضل الله بعضهم على بعض انه تفضيل بين الرجال والنساء فممكن النساء تكون واحدة منهم من المتزوجات تكون هي القائمة على البيت بمصروفه هي اللي بتشتغل دا كلام بص دا كلام لم يحرمه الله لانه هتبقى حالة خاصة الله يتكلم في الاية على الغالبية الاعم فلو ما يبقى عندنا حالة خاصة هندرسها لوحدها كايه هندرسها لوحدها كايه كحكمين لان انت عندك الاية دي رجعت المسألة لتحكيم اثبتلك 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 صحة فكرنا احنا في الاية 34 النساء افتح مية 28 النساء